في مطش في دوري الجمهورية مواريد 2003 قدر امبي النهاردة انه يفوز على النادي الاهلي 4-3 ويصل للنقطة 62 هنا ليحة الاتحاد المصري يعني 62 الاهلي و 62 امبي الاتنين متساويين الاتنين متساويين ولكن هنا ليحة بتقول ان كان لازم امبي يكون متقدم بفارق هدفين لكن هو في المباراة دي تقدم فقط بفارق هدف وده معناه ان الاهلي ياخد الدور طلع احنا بننقل الخبر يعني احنا كما اعلمين بننقل الخبر طلع ان نادي امبي قابلها بايام كان لعب مباراة مع النادي المصري وخسر فيها ولكن اكتشفوا ان فيه لعب مزور وراحوا وكشفوا امور كتير واوراق وا 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 وكلموا الاتحاد المصري او رسلوا الاتحاد المصري وقالوا له ان من حقنا ان اخد 3 نقاط فيه هذا اللقاء اللقاء المصري وانبي لكن حقيقا الاتحاد المصري ما ردش عليهم فبالتالي الماتش بتلعب والامور مشت بشكل طبيعي في هذا اللقاء دون ان انت ايه تقول لهم ايه اللي هيحصل لو الاتحاد المصري اخد قرار بان النادي امبي خلاص النتيجة بتاعت المصري تتحسب له على اساس ان ممكن الاهلي طبعا باسمه تاريخه يكسب المباراة وما يبقاش في ايه قيلة وقال خلاص الاهلي كسب خلاص الدورة اتخذ لكن طبعا اللي حصل ان امبي الحقيقة فاز النهاردة ولكن برضو اللايحة بتقول ان الاهلي عشان مخسرش بفرق هدفين هو صاحب البطولة هنا ايه اللي حصل هنا احنا بنكرر نفس الاسلوب اللي كان موجود في 2021 في دوري الشباب الاهلي والزمالك رو تفتكروا وبرضو كان عشان الكورونا يتلعب كان مفروض من مجموعتين الماتش يتلعب من دورين لكن كان الكابت النحمد من جاهدة تتذكروا لعب من دور واحد وكات اللايحة بتقول ان نتيجة اللقائين ها يعني المواجهات المباشرة هي اللي تحسم الامر وبالتالي هنا الاهلي هو في اخر الماتش احتفل والزمالك برضو احتفل وفي الاخر لما قالك لازم يبقى فيه ماتشين يتلعب ومش ماتش واحد لان هنا تلعب ماتش واحد ما تلعبش ماتشين على فكرة في اليوم ده في السنة دي 2021 ايه اللي حصل اتحد الكورة قالك طب خلاص هنلعب مباراة فاصلة وهنريح الاتنين ونشوف فيه مباراة فاصلة ولا حتى شفنا اي مباراة وحتى الان هذه السنة النتيجة معلقة من البطل في دور الشباب معلقة حتى الان مش عارفين لان الناديين حقيقة في الوقت ده يعني زي ما بقول كده احتفل دي برضو نقطة ما زال الوضع مستمر والفهلوة مستمرة وانك تستنى ان تشوف ايه اللي هيحصل وتفوجأ بمشكلة بتواجهها هننتظر ايه اللي هيحصل بالنسبة ليه نتيجة النهاردة نتيجة الاهلي ومين بطل الجمهورية لموليد الفين وتنجة طيب خلينا نروح لكابتننا الكبير كابت خالد غندور نجم نادي الزمالك الحقيقة وناخد رأيه النهاردة فيه مواطش الزمالك ودريمز والحقيقة ضيع فرصة سهلة جدا لنادي الزمالك ان هو يحسم الامر بالوصول للمباراة النهية لكن طبعا احنا عندنا امل كبير جدا فيه المباراة القادمة والكورة مفهاش مستحيل كابت خالد تحقيق